المنهج كان منهج مختلف أول حاجة دخلنا على اللغة الإنجليزية وهذا كان فتح جديد بالنسبة لنا ودخلنا على طريقة اللبس طريقة الفطور في بوفي في المدرسة والبوفي نفسه كان عبارة عن تعاونية لأنه كان عبارة عن طلاب نفسهم بيشتركوا فيه يعني احنا كنا مثلا بإنبيع التزاكر وأنا من ضمن الناس اللي كنا بإنبيع التزاكر أولي الطلاب عشان يجوا يأخذوا الفطور الفطور نفسه كان بعدوه العمال الأصلا كانوا شغالين في المدرسة وهي كان عبارة عن جميعية تعاونية يعني فيها أرباح وفيها كذا وده كانت مرحلة المرحلة المتوسطة زي ما ذكرت أنه بدأنا فيها اللغة الإنجليزية بدأنا نتعرف على طلاب جدود بدأنا نتعرف على مدرسين جدود حتى من خارج البلدة نحن مثلا في التداية معظم المدرسين كانوا من البلدة